تنظم إلينا عبر الأقمار الصناعية من نينوى مرشحة تحالف القرار عن المشروع العربي هدى جار الله أهلا بك سيدة هدى أهلا بك يا حبيبي إذن كيف ترون الاستعدادات؟ استعدادات المفوضية من جهة استعداداتكم كمرشحين من جهة ثانية من جهة ثالثة الناخبين كيف ترون الاستعدادات في نينوى تحديدا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكادر قناة الفلوجة أشكركم بالنسبة للانتخابات لحد هذه اللحظة لم تغطي الانتخابات أو المراكز الانتخابية الناخبين لم تصلهم لحد هذه اللحظة البطائق الانتخابية فلذلك سوف بعض أهالي نينوى راح يخسرون أو لا يدلون بأصواتهم بسبب عدم وصول بطاقة الناخب إليهم بسبب معوقات معينة مثلا اللي أملوا تحديد في أربيل ذهبنا إلى الموصل للحصول على بطائق الانتخابية جماعة الموصل يقولون في أربيل وذهبنا إلى أربيل غير موجودة بعض البطائق الانتخابية ولحد هذه اللحظة مركز المفوضية يقول أن 68% من الناخبين وصلتهم البطائق الانتخابية والباقي لم تصلهم البطائق الانتخابية وهذا يؤدي إلى عدم التصويت لأهالي نينوى علما بأنه عدد أهالي نينوى كثيرين يذهبون إلى المراكز المفوضية ويريدون الحصول على بطائق الانتخابية ليدلون بأصواتهم فأتمنى من المفوضية العليا للانتخابات تسهيل هذه المهمة وما باقي إلى أيام قليلة أو اختيار طريقة معينة بحيث جميع أهالي نينوى يستطيعون الإدلاب بصوتهم واختيار ما هو الأفضل والأنسب ما هو الجيد للحصول على ما يريدون طيب سيدة هدى بالإضافة إلى ما تفضلت به من معوقات تتعلق ربما بتصويت الناخبين في نينوى بالنسبة أيضا لمخيمات النزوح للنازحين في المخيمات ومن غادر المخيمات أيضا لديكم تصور إن كانت المفوضية قد تمكنت من تغضية جميع مخيمات النزوح من الوصول إلى جميع النازحين من بقي في المخيم ومن غادر كثيرين من الأهالي نينوى لحد هذه اللحظة في المخيمات ومنهم رجعوا إلى أماكنهم ولكن المخيمات لحد هذه اللحظة موجودة بعدد كثير من أهالي نينوى وأيضا نفس الشيء ليس جميع الناخبين موجودين في المخيمات ليس لديهم بطاقة انتخابية ولكن هناك يمكن الاختيار المشروط أو الانتخاب المشروط سوف يحدث في المخيمات وإن شاء الله يكون التصويت والانتخابات نوعا ما تحدث بصورة صحيحة هل ما زال أيضا طريق إدهوك نينوى مغلق خاصة أن الشكوى تتكرر من إغلاق هذا الطريق وربما يستمر ذلك الغلق حتى يوم الانتخاب ما يعيق بالتالي حركة الناخبين إذا ما فرض حضر للتجوال دخول أهالي نينوى إلى إدهوك موجود الطريق مفتوح لكن يمكن 7-7.5 مزدود الطريق بين الموصل وإدهوك نفس الشيء بالنسبة للموصل إلى أربيل أيضا الطريق مفتوح لحد 7.5 أو أكثر من 7.5 بدقائق ممكن العبور إلى أربيل من الموصل إلى أربيل أو من أربيل إلى موصل موجود هذا الشيء موجود بين نينوى والإقليم طيب يعني لا ترون بالتالي بأنه يشكل عائقا سيدة هدى لا لا طيب فيما يتعلق باستهداف المرشحين وهي طبعا يعني قضية بدأت تصار أخيرا وإن كانت يعني إذا ما قيست بالانتخابات السابقة يعني فنسب استهداف المرشحين في هذه الانتخابات ربما أقل لكن ما زالت المخاوف قائمة أخر ما حصل من استهداف مرشح أحد المرشحين في ناحية القيارة هناك من استبعد يعني الطابع الجنائي كذلك الطابع الإرهابي لمثل هكذا استهداف ورجح بأن تكون وراء العملية أو حادثة الاستهداف يعني محاولات للتصفية السياسية يعني ما مخاوفكم أقصى المخاوف بهذا الاتجاه بصراحة نحن تحارف القرار العراقي المشروع العربي مرشحين المشروع العربي واضحين في أهدافنا في مبادئنا في مبادئ الشيخ خميس الخنجر في أهدافه لتكوين وطن موحد لا للطائفية ديمقراطي لمساعدة النازحين لمساعدة أهل نينوى لتقديم كل ما يلزمه من أهل نينوى فلهذا إن شاء الله لا نكون مستهدفين لأنه لا يوجد لدينا من المرشحين السابقين في المشروع العربي ولا يوجد من بيننا من هو متلوث في فساد معين أو في حركة معينة وإنما أهداف المشروع العربي والشيخ خميس الخنجر معروف بمساعدته للنازحين والأهالي نينوى بفتح المدارس والمستوصفات ودراسة الطلاب على أحساب الشيخ خميس الخنجر في الخارج وفي مصر وفي الأردن والمرضى وكل فئات أهالي نينوى ليس منة ولكن وقوف الشيخ خميس الخنجر مع أهالي من الأنبار وصلاح الدين ونينوى فلذلك لا نحس أن مرشحي المشروع العربي مستهدفين إن شاء الله طيب سيدة هدى سؤال أخير ومهم حقيقة هناك من يصف السبت المقبل بسبت الفوضى هل لديكم تخوفات أيضا فيما يتعلق بالانتخابات آلية الانتخاب هل ستجرى بسلاسة تلك الانتخابات أم لا إن شاء الله ستجرى الانتخابات بسلاسة وأهالي نينوى مقدمين على الانتخابات ومقدمين على التغيير ويريدون التغيير وإن شاء الله سيكون عرس بالعكس سيكون عرس إن شاء الله لانتخاب الناس التي تستاهل الأفضل والأنسب لقيادة العراق لقيادة أهالي نينوى وأهالي العراق كافة وإن شاء الله سيكون عرس هذا اليوم وليس لدينا أي مخاوف ونتمنى من الجهات المسؤولة السيطرة على الحدود وعلى المناطق معينة والسيطرة على الشارع وإن شاء الله سيكون عرس وليس لدينا أي مخاوف لأن من يخاف لا يقدم على هذه العملية وليس لدي أنا بالذات ليس لدي أي خوف من هذا الموضوع لأن أريد أن أعيش بكرامة وأريد أن أرفع صوت الحق في مدينة نينوة وكثيرون يشاطرونك النواية مرشح التحالف القرار عن المشروع العربي هدى جار الله شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من نينوة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك